اشتركوا في القناة أننا أمام بداية حركة المفاوضات بين الإيرانيين والغرب أو بشكل أدق بين الإيرانيين والأمريكيين وقد يحتاج هذا الإيجاد حل نهائي للمسألة النووية الإيرانية إلى الكثير من الوقت وإلى كثير من الاتفاقات المؤقتة في السنوات القادمة وسيكون حل هذه المشكلة سأب جدا طب دكتور هناك بعض المراقبين الذين يلفتهم أنه تبدأ عملية تنفيذ الاتفاق النووي في نفس الوقت يتزامن ذلك مع مؤتمر جنيف 2 ودعوة إيران الآن المفاجئة من قبل أمم التحليل المشاركة في هذا المؤتمر هناك من يرى أن هناك صفقة ما ربما بين الغرب وإيران ما رأيكم؟ ربما ولكن رفضت الحكومة الأمريكية اليوم هذه الدعوة للإيرانيين لمؤتمر جنيف فربما هناك صفقة ولكن حتى الآن ليست هناك أي أدلة أدلة مثلا؟ أي أدلة وليست هناك نتيجة إيجابية على ما يحدث في صاحة القتال أنا لا أرى تغيرا في السياسة الإيرانية باتجاه سوريا حتى الآن شكرا جزيلا لك دكتور قيدو شتينباك الخبير في شؤون شرق أوسط من المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية ببرلين شكرا جزيلا